التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة العقيد يوسف إجهاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية لجمهورية القمر المتحدة والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا التقى الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة العقيد يوسف إجهاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية لجمهورية القمر المتحدة والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام حيث اجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أفاق التعاون في المجالات المختلفة بين كلا الجانبين وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع جمهورية القمر المتحدة مؤكدا حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية فيما أشهد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية لجمهورية القمر المتحدة بدور مصر المؤثر والفاعل في كافة القضايا المطروحة داخل القارة الأفريقية كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين الجانبين تضمنت أهم مجالات التعاون التي تسعى القوات المسلحة لكل البلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم عدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين